بيسلم مع كابتن وليد صلاح كابتن خطيب خرج من الملعب وكابتن وليد صلاح دخل الملعب هو كابتن فكر في فكرة كان بيحضر لمباراة اعتزاله ففكر في فكرة انه هو يعني يدور في قطاع النشئين على لعيب يعني يكون موهوب الفكرة كلها انه هو يقول لجماهير النادي الاهلي يعني ما تقلقوش على النادي الاهلي النادي الاهلي في مواهب كتير يعني مش فكرة ان طبعا كابتن الخطيب ما فيش حد شبه ودايما يعني ما فيش حد شبه حد. الكابتل الخطيب ما شاء الله طويل وانا قصار. كابتل الخطيب بلعب راس حربة وانا بلعب في نصف مقابل. بس الكابتل الخطيب كنت نائي ما أنا سعيتها. كان الكابتل إبراهيم عبدالسامت بقى ربنا يسامحه. بس ايه الشنب ده؟ الشنب يا خبر ربي عالش شنب. ده كابتل علاء ميهوب بيلبس رقم عشرة لانا هنزل بدل الكابتل الخطيب وارجع قطاع الناشين. يوميها ده كابتل علاء. يوميها كان عندنا تمرين جامج جدا. جدا. تمرين اسمها قاتلة الرجال. تلات ساعات. وكان عندنا تاني يوم المباراة مباراة الزمالك. في السن بتاعي. اللي هو كانت ستاشر سنة. فكابتل إبراهيم عبدالسامت صمم ان انا اتمرن. اقول له يا كابتل ده انا رايح. رايح ماتشة كابتل خطيب. ده انا هنزل والعب. قال لي ما ليش دعوه احنا عددنا الزمالك. واتتمرن يعني اتمرن. فاتمرنت كنت ادعبان جدا. بس شايف. كابتل الخطيب قال لي يابدي مين اللي ب عطيزي لانا ولا انت. قال لك كده. ده انا نهمت عبدالك. غفلت شايف يا الله. كنت عبال قوي. اه. متمرن تلات ساعات الصبح. اه. وبعدين روحت اتغديت في المطعم. وبعدين استنيت اه. اوتوبيس الفريل اول. وركبت مقفى. رايح بشايف. ماتشة كالبالليل. اه. ساعة خمسة ستة. فحاجة. بشايف بقى. بشايف. لكن كابتل خطيب. اه. كابتل خطيب. اه. كابتل خطيب. اه. جيه بقى عند قضة الناشئين. وقال لي تعال نتمشى. نتمشى مع بعض كده. وحطي له على كدفي. وقال لي بص انا اخترتك ان انت تنزل بدالي في مبارات اعتزالي. يعني اقدمك للناس بشكل كويس. كن احساسك ايه كابتل خطيب. يعني صدمة. يعني الحمد لله كنت ماشى كويس قوي. قوي في قطاع الناشئين. بس مش للدرجات. يعني مش للدرجة ان الكابتل الخطيب يعني يختارك. فاتفجأت. جامع. قال لي عايز اديك نصايح. من غيرها الموضوع هيبقى صعب عليك جدا. اه. انت هتشوف حاجة جديدة عليك. انا عارف انتو بتلعبوا بيبقى فيه مثلا مية امتين واحد بيتفرج عليك. انت هتنزل تلاقي مئة الف متفرج. انا هقدمك للناس. بشكل قوي. الناس هتعرفك. الناس هتبقى متابعك. خد بالك. اوعى تتغر. اوعى تتغر. حبب زميلك فيك. خلي زميلك يحبوك. خلي المنافسين يحبوك. اسمع كلام المدربين بتوعك. اه. قال لي. قال لي انا فيه ناس اه. لعيبة كرة جم. كانوا احسن مني. منه. بس بطلوا. عشان اتغروا. جي احسن مني كتير. اه. لكن. ما بيعطش. يعني ممكن يعط سنة ولا اتنين. ويبطل. اه. فانا هقدمك للناس بشكل كويس. واخد بالك بقى. ويعني. عايز. عايزك تبقى متوازن نفسيا. وكده. يعني. نقطة مضيئة في تاريخ كبتر. اه. روحت. روحت. بابا الله يرحمه ما كانش ليه في كرة خالص. اه. ولا ما يعني. ما يعني. ما يعرفش في كرة. ما يعرفش ان كلهم دورحت. اه. ما لوش في كرة خالص. وانا الولد الوحيد. اه. بس بقى. اه. كان بيفرح قوي. لما بقى. رجعت له لأول بيت. وقلت له انا روحت اختبارات النادي الاهلي. وقال لي انا روحت ازاي. وقلت له. اه. ولا حصل. سرفنا. وبيطل عيب في الاهلي. سابني حداشر سنة ده ما بيجيش. اتناشر سنة ما بيجيش. بدأ. يروح. يروح معي. يوم الجمعة. بعد صلاة الجمعة. ماتشاط الناشئين. اه. فبدأ يعمل علاقة مع الناس بقى. لا. بيزمع بقى ده بقى. لا. لا. او. اه. ابهات اللعيبة. اه. ابهات اللعيبة. اه. ابهات اللعيبة. اه. امهاتهم بقى. وبصوا احنا كنا فرقة. لغاية دلوقتي عاملين جروب. اه. على الواتساب. كلنا بنتجمع. انا لسه بس. علي عزهمة. لازم اعزمهم. اه. كل. كل فريق. اه. الناشئين بتاعنا. اللي هو. احنا عندنا عشر سنين. اه. كل. اشتركوا في القناة.